للناس وخصوصا الصبايا اللي بتشكي انه بشرة الشفاة عندها باهتي او مانا بلون وردي بنصحكم اول شي اكيد تكون تتأكدوا انه ما في ممنشكي من امراض بالجسم تلفق الدم خصوصا عند النساء في سن الدورة التمسية البريود بصير في عندي وبالوجمال لازم نستقصي وجود امراض تاني عدم وجود امراض تاني طبعا اضافة الى التغذية الجيدة والعناية ونحط حتى على شفاة كريم واقي شمسي انتوسولير احد الوصفات اللي ممكن تساعدنا بهذا الموضوع نشط الدورة الدموية مع المساج مع الفيش المساج نشط الدورة الدموية اول حط اول شي بنعمل سكرافينج للمجيب فازلين اوكي بنجيب فازلين اول شي مع ملعقة من السكر الميكون ناعم بنعمل سكرافينج للمنطقة تقريبا دقيقة دقيقتين علمتكن من قبل كيف طريقة المساج بعدين رح نجيب زيت جوز الهند ملعقة مع ملعقة من الارفة ممكن نستخدم زيت الزيتون ولكن زيت جوز الهند بيكون لزج اكتر خصوصا اذا قارننا بنفس درجة حرارة الغرفة فهو بيتماسك اكتر منحط عليه ملعقة من الارفة ورح نفرك الشفاه في يون تقريبا لمدة دقيقة يوم اي يوم لا انتبهوا اصحاب البشرات الحساسة حتى الشفاه ما نستخدمها كل يوم خبروني بالنتيجة بعد مرور شهر نتركوا على الشفاه عشر دائي الارفة ساعة